خمسة النصائح لتجعل دماغك دائما صحيح وداكرة قوية. لا شك سمعتني بالمقولة التي تقول العقل السليم في الجسم السليم. بما أننا كنا نحسنه بجسدنا في الطبيعي أننا نريد أن نحسنه من صحة عقلنا. وكي لا نصابه بمرض نسيان أو زهايمر ويكون عقلنا دائما صحة جيدة. في هذا الفيديو سنذكره مفاتيح الخمسة من أجل تخويص الداكرة. سأترك معنا بعد هذا الفاصل القصير. خمسة النصائح لتجعل دماغك دائما صحيح وتكون لديك ذاكرة قوية. أولا مهرس الرياضة بالنصيدان. دراسات بينات بالنشاط البدني الذي يكون مستمر يفيد الدماغ ويقلل من خطار الإصابة في الوظائف الدماغ التي يمكن تؤدي بالإنسان الزهايمر. فممارسة الرياضة بشكل منتظم لمدة ثلاثين حتى ستين دقيقة بحال سباحة أو المشي أو ركوب الدراجة. تساهم تدفوق الدم للدماغ. وتجعله دائما يخدم بشكل طبيعي. ثانيا النعاس مزيان. النظرية تبدأ بالنعاس بشكل كافي. كي يساعد للتخلص من البروتينات التي لم يزيد الدماغ. ويساعد على تخزين الدكريات. يعني كي قوية الدكريات. سبعة. يسويع مستمرة للناس كافية لتنشط الدماغ. ثالثان. كل ماكلة مزيانة. النظام الغذائي يلعب دور كبير في الصحة الدماغ. الخبراء ينصح بتناول أغذية النباتية. بحال الشعير والخضرة. وكذلك اللي فيها الدهون الصحية بحال الأوميغا. اللي موجودة في السماك وفي زيت الزيتون. عواض كثرة اللحوم الحمراء. رابعا ننشط عقلك. الدماغ بحال العذارة. إذا ما استعملتها ستفقدها. كي ينبزاف دي الأمور اللي تقدر ديرها. بحال العقل ديما نشط. بحال الغاز ولا صدوكو ولا القراءة. أو تعلم لغة جديدة. خامسا كون اجتماعي. التفاعل مع الناس كي يحارب الاكتئاب والتوتر. اللي ممكن يكونوا سبب الفقدان الذاكرة. هذا الشيء علاج خاصك. لا تبقى معزول على العالم. تواصل مع حبابك ومع أصدقائك. خصوصا اللي إذا كنت عايش بوحدك. وأخيرا. إذا أعجبك الموضوع. لا تنسى تضع الاشتراك وتفعيل الجرس. وشي جيم. وإذا ما أعجبك. دير جوجمرات جيم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.